صورة عامة حشو كتب العراقي صار عندنا مسلسلات بها عمق بها قضية يعني ده حسسة أغلب المسلسلات حبني وأحبك الشركة أنباعات الشركة خسرت يعني أكو سطحية عموما بالأعمال هي تبقى على المؤلفين إحنا عدنا مؤلفين والله مؤلفين جبارين يعني هل المجتمع يمنع؟ هل الرقابة يمنع؟ نوبات الرقابة الدخل، نوبات الإنتاج لضخامة العمل نوبات حتى ترى بالشخصية العراقية إحنا إذا نريد نرجع لها ما يتقبله هواي أشياء إحنا تدريش قد منتجنا من عدها هي هذه الحيرة تدريش قد منتجنا من عدها شنو المشاهد اللي يمنتجنا؟ لأن ما معقولة أنه هذا الشارع العراقي يشوف هذا ونقعد نتناقش بالليل ونخابر أستاذ هاي ما راح أشيله أنت تنسين هواي أسماء فراح مشيريتشاها أي أن كان الأسماء عذرون لا يعني لأنه ستبة طول ناسية الأسماء ناسية الأسماء أستاذ أين كان نعم أذرون زيان فنخابر المؤلف والمؤلف خابر الأم بي سي ونشيل هذا المشهد لأن ماير هموي الشارع العراقي فأنت من نشيل هذا المشهد ترى أكو مشهد هذا ربط هذا من أنت تشيله راح يصير تخلقه بالعمل زيان وإحنا ما عدنا هاي هاي همي هاي ما نقدر ما نقدر نربط أحداث حقيقية صحيح لازم نجمل أنا هم ألوم على هذا الشيء ومرات للأسف في تم الحكم من السلطات يعني من الناس المسؤولين على هذا الموضوع على رأيي السوشال ميديا مدام صار رفض نمنع العمل نمنع وهذا الشياني غلط بالنسبة لي لازم يعني لازم نجمل الواقع لا لا ما نجمله غير أنزل نفسه طبعا حتى أنا أعالج قضية بالضبط ترجمة نانسي قنقر